وإلى الصراع الدائر في أوكرانيا فقد تصعدت حدة المعارك بين القوات الروسية والأوكرانية شرقي وجنوبي أوكرانيا ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لقيام أطقم راجمات الصواريخ المتعددة من طراز جراد بقصف وتدمير مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة العسكرية الجنوبية وأوضحت الوزارة بأن التوجيه الدقيق لعب دورا رئيسيا في تنفيذ الضربات حيث ساعد أطقم الطائرات المسيرة وأطقم المدفعية في جمع البيانات التي يتم نقلها إلى قادة وحدات المدفعية الصاروخية ينضم إلينا من موسكو الصحفي سعد خلف والمزيد من التفاصيل حول المعارك في شرق أوكرانيا تفضل سعد بالفعل فضيلة اليوم وفقا لما أوردته وزارة الدفاع الروسية يمكننا أن نستنتج أن روسيا بالفعل توسع على الجبهة الجنوبية تحديدا من نطاق جغرافية عملياتها العسكرية يعني هناك عمليات قصف شاملة ليلة أمس وصباح اليوم مقاطعات مثل نيكولايف التي استطاعت القوات الروسية فوقها أو في سمائها إسقاط ثلاث مقاتلات أوكرانية من طراز سوء 24 وسوء 27 وميك 29 بالإضافة إلى إسقاط تسع مسيرات وبالإضافة كذلك إلى تكثيف عملياتها على محور دونيسك يعني اليوم صرح أيضا رئيس مقاطعة دونيسك دينيس بوشيلين بأن الميليشيات أو وحدات الميليشيات الشعبية لدونيسك بدعم من القوات الروسية وكذلك بدعم من ميليشيات لوجانيسك تمكنت من السيطرة أو من تحرير حسب وصف نصف مساحة هذه المقاطعة ما يعني أن روسيا باتت الآن تسيطر على نصف هذه المقاطعة مقاطعة دونيسك بالطبع هناك بطء في سير العمليات البرية في هذه المنطقة يرجع بعض الخبراء العسكريين هذا البطء إلى أمرين الأمر الأول هو أن الأسلحة الغربية الحديثة والمتطورة التي تأتي إلى أوكرانيا والتي يستلمها الجيش الأوكراني تعرقل تقدم القوات الروسية هذا من ناحية من ناحية ثانية أو السبب الثاني لذلك أن عملية تنوب القوات الروسية لم تستكمل بالكامل أقصد هنا أنه بعدما تمكن الجيش الروسي من السيطرة الكاملة على مقاطعة لوجانيسك أصدر الرئيس الروسي أو طالب وزير الدفاعه بتقديم استراحة للقوات التي شاركت في تحرير لوجانيسك حسب الوصف الروسي لذلك لم تستكمل عملية التنوب بالكامل الآن وهذا ما يبطئ التحرك أو التقدم البري في هذه المنطقة في منطقة دونيسك بالإضافة إلى ذلك أيضا قصف الجيش الروسي وقصفت القوات الجوية الروسية اليوم مناطق جديدة كمنطقة أو مقاطعة دونيبرو بيتروسك وقصفت تحديدا بلدة مارغانيس التي يتمركز بها ألواء الرابع والأربعين للمدفعية الأوكرانية والذي كانت القوات الروسية وكان الجانب الروسي قد اتعموا أول أمس بقصف محطة زاباروجيا للطاقة النووية التي يثير حولها الآن جدل ولغط كبير شكرا سعد خلف من موسكو شكرا